الدكتورة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيعقد النهاردة أو الاجتماع مع رؤساء الاتحادات الطلابية المنتخبين بمختلف الجماعات الحكومية بمقر مكتبه بديوان الوزارة وأكد الوزير أنه هيلتقي رؤساء اتحاد الطلاب بصفة دورية وهيعمل على توصيل أصوات شباب الجماعات من خلالهم إلى السلطة التنفيذية في مصر وأكد كمان أن رؤساء اتحادات الطلاب المنتخبين بالجماعات بيمثلوا همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجماعية